ينظم علينا من القاهرة سيد عطية عساوي الخبير في أشؤون الإفريقية إذن سيد عطية المفاوضات انتهت وما زال هناك نقاط خلافية ما تعليقك على هذه النقاط الخلافية النقاط الخلافية طبعا ما زالت معظمها لم يحل إذا كان قد تم بالفعل التوافق على نقطتين من النقاط الخمس الخاصة بالجانب الفني بينما النقاط الخاصة بالجانب القانوني ما زالت محل خلاف هذه النقاط ستحال في هذه الحالة بعد تقديم التقرير إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي ستحال إلى القمة المصغرة والقمة المصغرة هي شكل آخر من أشكال تنفيذ البند الوارد في اتفاقية إعلان المبادئ الخاص بحالة الملف إلى قادة الدول في حالة فشل التفاوض أو فشل التشاور في التوصل إلى حل أو عدم اللجوء إلى وسيط وطالما أنه تم الاتفاق على حالة الملف أو على عرض القمة المصغرة أعتقد أن الجميع يؤمنون أنه ما زال هناك أمل كبير في حل الخلافات المتبقية سواء حول إعادة ملء البحيرة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد أو من خلال التشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد وأيضا النقاط القانونية كما تعلمين هي خاصة بإنزامية الاتفاق التقرير الذي سيرفع إلى جنوب أفريقيا كونها رئيس الاتحاد الأفريقي ماذا لو استبقت إثيوبيا الأحداث وشرعت بملء السد كيف سيكون الموقف المصري؟ أعتقد أنه وفقا لتصريحات وزيري خارجية المصري سامح شوكري أن مصر ستواصل السير على المصارين مصار التفاوض ومصار مجلس الأمن وأعتقد أنها لن تنسحب من المفاوضات كما يتوقع البعض وأظن أن البدء في ملء بحيرة السد هو من الناحية المبدئية الأخلاقية يعتبر انتهاكا صاريخا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 2015 وطبعا ستسير مزيد من الغضب لكن كمية المياه التي سيتم البدء بالملء بها هذا العام أربعة وتسعة من عشر مليار متر مكعب وهذه كمية عندما يتم اقتسامها بين مصر والسودان ستتحمل مصر حوالي مليارين ونصف والسودان حوالي مليارين ونصف وبالتالي لن يكون التأثير كبيرا التأثير أو الضرر الجسيم سيحدث إذا لم يتم من التوصل إلى الاتفاق سيحدث بدءا من موسم الفيضان المقبل وليس الموسم الحالي وعلى ذلك أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة كبيرة والمهم هو أن تتمكن القمة المصغرة من إنهاء الخلافات المتبقية والتوصل إلى الاتفاق أشكرك جزيلا من القاهرة عطية العسوية الخبير في الشؤون الأفريقية شكرا لك